في خطوة تجسد الصدام وعمق الروابط بين البلدين شرع مجمع صنطراك الجسائري في إرسال شحنة طريقة من 30 ألف طن من الوقود إلى لبنان لدعم قطاع الطاقة المتعثر في البلاد بهدف إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء تنفيداً لقرار السيد رئيس الجمهورية تجري في هذه الأثناء عملية شحن 30 ألف طن من مادة الفيول على متن هذه الباخرة والتي ستوجه إلى الدولة الشقيقة لبنان جميع فروع صنطراك المعنيين بهذه العملية منها ميسفيت سكيكدا ونشاط التجارة وشركة أستياش مجندون من أجل تهيئة كل الظروف لإنجاح هذه العملية استجابة سريعة وفعالة في سبيل مساعدة لبنان من تجاوز أزمته الطاقوية جهز من خلالها مجمع صنطراك ناقلة المشتقات البترولية عين آكر بميناء سكيكدا شرقية الجسائر استعداداً لنقل شحنات الوقود بسرعة إلى لبنان ما يسمح بضخ الكهرباء إلى ملايين المنازل والمرافق الحيوية كما لا يفوتون أن ننوه بدور الجامارك الجزائرية بهذا الخصوص وكذلك شركة نفطال التي وضعت على حساب صنطراك الباخرة عين آكر من أجل إنجاح هذه العملية في أوقات الأزمات تبرز المواقف وتتجلى قدرة الدول على تقديم الدعم هو المشهد الذي بدى جلياً في الجسائر التي سارعت بتزويد لبنان بزيت الغاز بصفة عاجلة الخطوة ليست مجرد مساعدة مادية بقدر ما هي رسالة دعم وتضامن للشعب اللبناني تؤكد عبره الجزائر وقوفها إلى جانب بلاد الأرز في كل ظروف